موسيقى حينما نجوب أغلفة الدفاتر باحثين عن المنتمي بينهن يلوح صوت يحكي لنا كلها والوجدان وما تحت الأفدة إنه الشاهد والحاضر والرقيب حياكم الله مشاهدنا الكرام في حوار جديد ضيفنا اليوم أثر الذائق الإخراجية العراقية والعربية بالعديد من الأسماء من المخرجين تلمذ على إيد أهم المخرجين في الوطن العربي وأيضا في العراق ذاكرة هذه الأماكن في قناة العراقية والتلفزيون العراقي وفي ستوديو 800 له من الذكريات والحكاية الكثيرة خلونا نستقبل ونرحب ضيفنا العزيز المخرج الكبير عماد بهجت في هذا الحوار مساء الخير سامنمار مساء منوري والحمد لله على السلام تكون نورتنا أنتم منورين والله أنتم الشباب هم أنتم منورين وواحد يفرح لما نشوفكم بهالطاقة وهالحيوية يسترجع أياما متقوى بيكم تسلمون تسلمون دخلت إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون وكأنك تشم رائحة في هذا الستوديو وخاصة لما دخلت الستوديو 800 يعني ذكريات ما تنسى طبعا أعمال بالنسبة لي أني أعتبرها أعمال جميلة جدا بس المشاهد معرفة ورأيها فأنا أذكر آخر عمل اشتغلت في استوديو 800 كان مسلسل الآنسة فواكه ثلاثين حلقة تلفزيونية موجه للأطفال يعني أن يكون عندهم معرفة تامة بما يأكلوا بما يأخذوا من الفواكه شنو الفوائد الموجودة بيها وكان من بطولة الله يرحمه خلي الرفاع الله يرحمه عام 72 أعلنت الإذاعة والتلفزيون عن حاجتها لمخرجين نعم حضرتك قرأت أنا تخرجت في يعني نهاية 71-72 فالصطفة صطفة أنا من مواليد كاركوك وعايشين أهلي كلهم في كاركوك صطفة كنا في بغداد دا نسجل عمل تمثيلي تمثيلي بالستوديو 2 كان للموقتها فاعتياديا احنا وراء ما نتخرج من الجامعة نحب الجامعة حتى نزلتنا فرحت للأكاديمية وأنا رايح لأكاديمية شفت أستاذي إبراهيم جلال نعم هو كان أستاذي مادة الإخراج والتمثيل قال لي اشتا تسوي هنا قلت له أستاذ جيتا أشوف الشباب وأشوفكم قال لي لا عندك مقابلة روح بالعجل حسا المركز كان مركز تدريب لدعوة تلفزيوني وبنفس الوقت هنا روح عندك مقابلة قلت له مقابلة تيش قال لي احنا مرشحيك أن تروح للتلفزيون مهم وبالفعل راح أجيت وصارت المقابلة مهم ودخلت تدخل أسماء اللجنة اللي موجودة بالاختبار كان بقتها من المخرجين خليل شوقي طبعا كان موجود وكان حافظ القباني كان من ضمن يعني الناس اللي واحد يحترمه سعد لبيب مهم وخليل صابات اللي كانوا هذولا مدرسين أو يعني خليل نقول أسهات ذا اللي ينطونا التدريبات بس التدريبات العملية بعد ما نتخرجنا من المركز التدريب يعني بعد ما خلصنا تدخلنا كمساعدين مخرجين بالعمل العملي يعني نشتغل ويا المخرجين فكان بوقت عمان ورا الساعة أعتقد بعد القبول في يعني السانة بالنسبة لك مقدم برامج نعم من أعلنت عن الاختبار فترة للمعايشة طويلة حتى تقدر بعدين تنزل كمقدم حتى إذا عندك الإمكانية أو نجحت بالاختبار استسهال اليوم في قضايا الفن والإخراج والتقديم وكل هذه الأمور أكيد كانت هناك معاناة حتى بعد القبول حتى تخوض تجربة الإخراج يعني لم تعين مخرجا بعد الاختبار مباشرة أجيب ما كان هسا الموضوع ورما درسنا في معهد التدريب لذاعي والتلفزيوني دخلنا إلى الاستوديو تعمل مع المخرجين كافة المخرجين قبلها كانت وحدة إنتاج المنوعات أعفوا وحدة إنتاج التمثليات والمنوعات وكان رئيسها المرحوم عين نوراء اللي اشتغل تحته مسلحة لا قوي عمان ورسام كليتنا دخلنا كمساعدين مع المخرج لكن شنو اليوم تشتغل مساعدة ويا المصور تمشي ويا تشيلا كابل ثاني يوم تشتغل ويا أبو الإضاءات شوف الإضاءة شتون دا يشتغل تروح عبو الصوت وهكذا واللي حظنا جيد أنه إحنا اشتغلنا مع أساتذة كبار يعني أساتذة بالدراما أساتذة بالمنوعات هم كانوا القدوة لنا أنا شخصيا لكوني أنه أعرف اللغات بعد مرور أقل من ستة شهور هو كان المفروض أنه يكون سنة تدريب أقل من ستة شهور فشافوا بي الأساتذة هناك أنه أنا ممكن أن أكون مخرج يعني بسرعة أو ينطوني منه فبدأت أشتغل أعمال محلية مثلا مسلسلات أو تمثليات كردية تركومانية أغاني برامج منوعة منوعة كنت اشتغل رأسا ثبت كمخرج فاشتغل بدأنا من هالطريقة يعني بعد ما اشتغلت مساعد مخرج أيضا مع نفس الفترة مع مخرجين مثلا إبراهيم عبدالجليل أو إذا المرحوم خليل شوقي عماني ورأسا كارلو هارتيون هذه الأسماء اللي هي كانت موجودة وكانت بذلك الوقت إلها اسم حضرتك ابن هذه المدرسة ممكن يراودني سؤال منذ عام 1972 1972 اليوم 2024 متى يكتفي المخرج من الوقوف خلف المكسر أو خلف الكاميرا لا يقف لا يقف لا أبدا بما أنه هو فنان الفنان لا يموت حتى إن مات لأنه فن عمل يبقاه يذكره إلى لا يموت متى يموت المخرج لا يموت يموت عندما يجلس ما يستمر ما يتابع شنو اللي حصل شنو اللي دا يصير يعني أنت سابقا كنا نشتغل على خلي نقول أيام الأولى لما كان أكو شيء اسمه تسجيل بعدين جالنا التسجيل الفيديو اللي هو عن طريق بعدين جالنا وان انج وو هكذا استمر هنا الحالة تستمر مرة تتوقف المخرج اللي يتوقف أنه ما تابع الشيء الجديد يعني هذا الحاليا أنت تقدر تسجل على كاميرا كذا دقيقة أو كذا ساعة بميموري صغير هالقدوته هل عين المخرج متعبة في الحياة لو استخدمها؟ جدا تدري ليش؟ أنا أقول لك لأنه المخرج لمن يشوف الشيء يشوفها بذهنه بشكل أحسن يعني كلما يشوفت شيء يقول له هذه تصير بعد أحسن لو هذي حركها على هجها تكون أجمل لو هذي أخذناها ما تطلع حتى لا تشوه تشوه المنظر و عيني تتشوه بها يعجبك اللون الرمادي؟ أحب الأسود أبيض بس الرمادي لك أنا أحب حتى الأعمال اللي اشتغلتها بالأسود الأبيض لازلت يعني أذكرها و أقلي ذكريات كل شي حلوة بيها و طرايف صارت يعني ما تحب الأشياء الفاصلة بين اثنين؟ يا أبيض يا أسود لا لازم نكون منزجها الآن إحنا قاعدين نشوف الكاميرات الملونة أو نشوف بالتلفزيون الملون التلفزيون الملون متكون من ثلاثة ألوان أحمر أخضر أزرق يتمازجون ينطيك الألوان اللي احنا نشوفها آه بماذا تتقوى في الحياة؟ شنو اللي يقويك؟ حب الحياة و حب الناس حب الحياة و حب الناس؟ أول شي حب الناس بعدين آه مجسات نجاح المخرج من اللي يحكم بيها؟ هذه الخلي نخليها على المشاهد هو اللي يقرر يعني بعض الأحيان أنا أنا بتجربتي صغيرة يعني ممكن أقول تجربتي صغيرة أشوف أنه المخرج يجب أن يسمع للمشاهد مو يبقى على رأيه آه تحب الأماكن المرتفعة؟ والله قبلش أنت أخاف منها حاليا؟ حاليا لا والله أجازف أصعد إنه الحياة شنو؟ في النهاية راح نروح إلى عالم آخر حياة أخرى خلاص الأماكن المرتفعة بالنسبة للمخرج كعين المخرج تختلف عن الأماكن الاعتيادية؟ شوف المخرج لازم يشوف من كل الارتفاعات مو فقط من فوق قد يكون من فوق تشوف شي جميل لكن لما تدخل بالعمق راح تشوف شي مشوه وهذا لا يفيد صدمك الدخول بالعماق صدمت بالحياة؟ صحيح صدمتك؟ نعم لأنه بذيك تساعد تعرف واقعك شنو المخرج كم وجه يشوف بالحياة؟ عدة وجوه يشوف يشوف عدة وجوه ويقدر يفرزنها بس إذا كان مخرجا يقدر يفرز أن هذا الوجه شنو هذا الوجه شخبي وراه من اليمين شنو من اليسار ولهذا المخرج الجيد لما نشاهد وجه أي وجه أو أي ممثل أو أي مذيع أو شي رح يقول له مثلا أنت وجهك من الجهة اليمين يمين أحلى بالكاميرا من الجهة اليمين أنت لما تكون بالبروفيل حاول لا تبين بالبروفيل الأكثر لأنطي أكثر أحيانا أنه وجهك لجانب الآخر أهى الوجه منه تشتاق حضرتك أوه هذا صار لكم يوم هناك لكن ثق بالله شي أقول لك من مجموعة الأيام اللي دائما زوجتي وبناتي وأنا ما أدري جدا عاطفي ودائما ما يعني التليفون مفتوح وأفتح الكاميرا هم يفتحوا الكاميرا لازم يشوفهم أهى مشتاق البيت يعني أي طبعا 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 والبنات نوفا و نايري و نايري طبعا بالناسبة نايري يعني البحر البحيرة نايري اسم معناها معناها عيون و يعني مي عين مي عين المي يعني مجرى بمي نوفا المكان المرتفع ولا شيء نوفا النجم نجم أو نيو نيو جديد هذي الاسم هه هو اسم مركب طرح بالمناسبة نوفا مأخوذ من اسم شاعر و مغني و ملحن أه كان يغني أرمني تركي و يعني لهجات أذربيجون أه مشهور جدا كان نسموه سياد نوفا كان يحب وحدة اسمها نوفا يعني و اشتقى الاسم من هناك أه شيء يجبك بالأصوات اللي بعائدتك حقيقة يعني دائما نقول الأستاذة سيتها قبيان هي فيروز العراق و أيضا أنا عندي اعتراض هذا من عدها مو من عدها على فيروز العراق على فيروز تقول أنا فيروز قامة كبيرة لا تكرر و ما يصير أنه إحنا نجي نقول هذي فلان لا مثلا هي تتمنى أنه تقول أنا فيروز مو فيروز أنا سيتها العراق سيتها العراق ايه والله مهم نوفا صوتها يشبه الوالدة تشوف شبه بي أنا أشوف طبعا الوالدة هواية تنطيها ملاحظات و ملاحظات لكن نوفا صوتها يختلف أنا أشوف مهم يختلف صوتها يختلف صوت هذا النوفا لو خيرناك تختار منه الأقرب من الأصوات صوت صعب اختار البنت و الأم اثنينهم طبعا هذا كلام امام الكاميرا لو لا 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 تماما بس لأنه أنا أكثر لأغاني اللي سوتها سيتها أنا مخرجها يعني قليل يمكن أغنتين أو ثلاثة واحد من الزما لا الآخرين من يوم اللي أخرجوه بس أكثرية لأغاني أنا صورته طبعا قبل الزواج وبعد الزواج بالمناسبة بارحة رأخذني ابن أخوي أخذني لمنطقة ذكرني بأغنية وأتمنى هسا إذا أي واحد يسمعني أكو أغنية اسمها نذر في المساء نذر في المساء تأليف خالد شطري الله يرحمه والحان خالد ووليد ووليد خالد ملحن هذه الأغنية صورناها على مقابل شعلة الدورة وبيها قصة التصوير عموما نحن 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 على الكاميرات على طريقة الإخراج بيها قصة قصتها قصتها أنه نحن نريد أن نصور خارجي وفي ذاك الوقت ما كان مثل مهسح جينا أنه ميموري وكاميرا صغيرة لا كاميرا وزنها خمسين كيلو صح ونحن نريد أن نصور وسيارة النقل الخارجي مطلع إيها بره بالليل طبعا إضاءات سهلة حتى لأن تكهرب وما تشنون هذا إنتينة منها بس أنا أريد أخذ كاميرا إنعكاس المي وبعدين أخذ وجهة نظر سيتا مثلا قدام فلازم أخلي الكاميرا وين قدامها بالمي زينا هاي خمسين كيلو شون أخليها بالمي فأذكر جبنا بلم وقفنا البلم خلينا الكاميرا بيها وأربعة من الشباب كل اثنين اللي قدام ولازمين البلم حتى الكاميرا لا توقع بالمي تحتى نصور أغنية صعوبة وعقبات سوي هسا كل الأمور أسهل بس أتمنى هالأغنية ما عدنا طبعا هي أكثرة أرشيخ أرشيخ إذا نسرج عنها والله يا ريت أغنية جميلة جدا إذا لقينا هذه الأغنية أكيد راح نسمعها حضرتك من برج الدلو أنا برج القوس 12 واحد أنا لا 22 22 12 22 و 12 نعم برج القوس هو خاش بالنص بين القوس والجدي والجدي شنو الميزات اللي ينتاز بيها هذا المزاجية العالية ما أدري ما أعرف أنا بالضبط بالضبط شنو بالأبراج بس ما أؤمن بيها بصراحة ما تؤمن بالأبراج بالنسبة لي ما أؤمن لكن يقال أنه يكون ذكي حضرتك ماذا تقول بعيد عن ما يقال أنا ما أقدر أقول لك شي لأنه ما أؤمن بيه بصراحة أنا أؤمن أنه اللي يدفع على الشخص يطلع قدامه الفعل ورد الفعل هذا أهم شيء دائما عين المخرج أو المخرج دائما ينطي الأوردارات الكيو والأكشن والفاصل وكل هذه الأمور نقدر نطلب من حضرتك اليوم بأن نعكس المشهد وأطلب من حضرتك تأخذنا إلى فاصل قصير وبعدها نكون متواصل أوكي فاصل قصير بس لكن انتظروني شوية بس أندي سؤال صغير أوجهه لأخ أحمد وبعدها نفاصل أخذ السؤال بس الإجابة بعد الفاصل أوكي فضل حضرتك السؤال أنت الحاليا بهذا الجو اللي تشوفه الجو وكاميرات وكلها التكنولوجيا الحديثة هل فكرت في يوم من الأيام كيف كان المذيع أو المقدم في فترات السابقة قدامها كاميرا شكوبرها قدامها أو فوق رأسها يضرب اللايت اللي حرارتها فوق الـ 250 درجة حرارية أخذ الفاصل وبعدها نكون الإجابة بعد الفاصل يا غيرك نتوندد غيرون نقب على حلاب نظرات لعيون لا يفكر ولا يحقون من الظار لمن يكبرون جذل النجمة والقمر كمر حبنا والساد لعيونك حبيبي تكد تروب السابق لنجمة والقمر كمر حبنا والساد لعيونك حبيبي تبديد من الزرار عزائي المشاهدين مرحبا بكم نحن وجهنا سؤال لأخي أحمد فإضفضلي جاوبنا يمكن استاذ عماد أي واحد يدخل بأي مجال وأي مهنة خاصة مجال الإعلام يحاول يرجع الذاكرة للجيل الذي سبق نعم يشبه التأثر تتأثر بمذيع قديم أو إعلامي عربي أو عرابي فتتساءل شون كانت تدار الأمور فمن بحثت بقضية المذيع سابقا حتى مذيع النشرة الإخبارية ممكن نسأل أوتيكي وسهل الأجهزة الحديثة التي دخلت حتى المذيع هو يتحكم بالأوتيكي وبالسرعة بالقدم نعم فأقول بأن الأمور سابقا كانت كلها أصعب بالنسبة للمخرج بالنسبة للمذيع بالنسبة لمقدم البرامج حتى على طريقة قبول المقدم وهذه الأمور كانت الاختبارات أصعب وكانت طرق الظهور أصعب صحيح فأقول بأن احنا محظوظين محظوظين لأنه ما راح ينشغل فكركم بشغلات أخرى فالفكر راح يكون مفتوح لما يمكن أن تطرح فقط أنا أسأل دائما بما أن حضرتك قدمت البرامج المنوعة وعملت بإخراج كثير من الأغاني بالإضافة دائما نسمع بنصوصنا الغنائية الحزن بمسلسلاتنا حتى بالنصوص النص اللي كتبه الكاتب أو السيناريا يكون بحزن رؤية المخرج العراقي حزينة أم فرحة لا يعني المخرج لا ينسلخ من المجتمع هو واحد من المجتمع فيتأثر بما يتأثر به المجتمع اعتهاديا تشوفه يعني ينساقي لهذا الشيء شنو مسببات بأن هذا الحزن اللي رافق الحياة والتاريخ حياة والتاريخ تعتقد بأن الإمبراطورية السومرية الآشورية الأكدية كل هذه الأشياء راجع راجع شوف العدد الناس اللي راحوا وعدد المعارك وعدد أم قريت في اليوم من الأيام عن التاريخ فات شيء سعيد نهائيا قريت في اليوم أنه واحد من الملوك ذول القدامة وهذه عاش عشرة أيام بدون ما يفكر أنه يحارب وأنه يغزو جهة معينة طبعا مه فجدت تتوقع أه إيش وقت تكون ابتسامتك حقيقية والله ما أقدر أقول لك بصراحة غير يعني أنا أحب الحياة وأحب الابتسامة وكل شيء أفرح لما أشوف اللي قدامي يبتسم تفرح أفرح جدا لأنه أشوف الابتسامة فراسا أعكس على نفسي لأنه من أشوف واحد فرحان أحس أنا داخليا هذا فرحان فإذن أنا لازم أفرح أه شوكت توقف أمام المرآت وتسولف ويا نفسك والله لم يحدث حدث شغلة في أحد أعمال الأسود لبيض المخرجين والناس اللي فاهمين بعملية التلفزيون الكرومكي وشنو اللي نستفاد من الكرومكي من الكرومكي أيام زمان أسود أبيض ما كان كرومكي كان بلاك أنت وايد يعني أسود وعبيض كان عندي عمل درامي تأليف الأخ عادل طاهر وبطولته فضمن الحوارات أنه هو عامل بسيط خلفه يعني البناء يشتغل ما يشتغله حبله وحده من الطبقة العالية وراقية فهذه محبته وإنما كانت تضحك عليه أجيب لك على الوضع فقام يكشخ غير إنساني تغير شكله قام يكشخ يلبس وهذا مو ثوبة فقام يحتي أمام المراية يريد يشوف نفسه أمام المراية فشاف بعد ما لبس يعني شي مودرن خلي نقول بالنسبة ذاك فشاف نفسه بالمرأية الإنسان البسيط فصير بيناتهم حوار هذا الحوار خلاه أن يرجع إلى عقله أها لو وضعنا اليوم المخرج الكبير عماد بهجة ونقول له بأن كن أنت بعيدا عن المخرج أمام المرأات شو تقول لنفسك أقول إن شاء الله يا ربي أديت الواجب اللي علي أنا جيت للدنيا أنا أدي واجب إن شاء الله أديت الواجب اللي علي من خلال عملي ومن خلال الناس اللي أتعاملوا إياهم هذا أهم شيء أنا بما أنه حضرتك متواجد اليوم أريد دائما نستذكر أشياء أنا أريد أسوي اتصال وهذا الاتصال أريد من خلال حضرتك بأن تتعرف عليه من خلال الصوت أو ما تتعرف يا الله يلا نسوي الاتصال وإن شاء الله يكون مجل لا تنسى أنا صار لي 24 سنة لا هذا 24 بس أنا من 97 تارك تمام مساء الخير أستاذ أنا طبعا بالبداية ما أقول الاسم أخلي أستاذ عماد بهجة اليوم ضيفنا في حوار أقولك مساء الخير وسعيد بسمع صوتك وأريد تقول بعض الكلمات ونشوف أستاذ عماد رح يتعرف من خلال الصوت لو لا تفضل أستاذ مساء الخير صحة كل الهلم نورنا وإحنا نريد من خلال صوتك نشوف أستاذ عماد الذاكرة تسعفة بأن يستذكر من خلال الصوت من المتحدث أنا علاقتي بالمخرج الكبير الإنسان الراقي الهادئ يعني الأوصاف كلها جميلة لأنه فعلا فنان جميل ومؤدب وموجة حبيبي تجد هذا الإنسان بهجوء يحل أكبر مشكلة وأكبر معضلة وتحس بارتياح نفسي لما تتكلم معه أو لما تحاوره فعلا كان إنسان قبل أن يكون هذا الإبداع الكبير والعطاء اللي كان بصراحة في الفترة اللي إحنا بدينا بها أنا بدايتي كان أستاذ عماد بهجت وأسمين أو ثلاثة ما أدفك رجوز أنس أسمى كانوا هم اللولب كان هم أعتماد التلفزيون خاصة بالمنوعات يعني كان تاب عماد مبدع بكل الأغاني اللي خرجها لكل المطربين تقريبا فكانت أعمال مميزة أعمال شفافة لأنه يعكس روحها وأخلاقها وطيبته إحنا مرات نشاكسة نقول أنت بصراوي لأن أنت بتزوج داود الغناب داود الغناب عسنا من قتل الشاكسة بصراوي قال طبعا الشاعر البصري الكبير الأستاذ داود الغناب يعني 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 أكيد حترك الكلام أستاذ عماد أرد على هذه كلماتك وجمال روحك ونورتنا في هذا الحوار خلنسمع أستاذ عماد والله داود حبيبي هذا من نبلك وأخلاقك أولا أنت إنسان فنان وشعر كبير ويا ريت يا ريت أنه بالشباب أن يكون هالنوعية من الشباب اللي أعطوا كانوا شباب الليلة أصبحوا حدث شباب ما شاء الله أستاذ داود إحنا شباب أنا دائما نقول أنا دائما نقول الرقم صفحة صفحة أهم شي أنه روح فداود غنام رائع جدا ما شاء الله أنتو قلوبكم ما توقف عن الحب أستاذ داود أي جدا ومنون الحب ما نصبح شعراء يعني نجاح نتحول إلى إلى غير حرف بالضبط تحب نسمع من خلالك ومضة شي تهدي لأستاذ بما أنه اليوم متواجه أستاذ عماد بهجة ويانش نسمع من عندك والله أستاذ عماد يعني يستحق أجمل الكلمات وأجمل القصائد ولكن يعني دائما غنية لالي لالي حتى شحنة من العاطفة والوطنية والرقي يعني مولي أنه أنا كاتبة بس هي هي أجت هكذا يعني راح الطارق الشبلية الله يرحم راعت بسهنها ولقد سيته هذا العطاء تحسنية الناس كلها بصوت هذه المطربة اللي كانت نادرة في وقتها كان صوت ملائك كان صوت ساحر من الساحة الغنائية بقيم قبل أن يكون أداء بقيم هي أمشي يعني الآن في الفن في هذه المرحلة افتقدنا دعنا عن الإبداء الإبداء عن تئة ولكن افتقدنا إلى الأخلاق إلى القيم فكانت ستاعدم احنا ما هكذا كانوا أخلاق وإبداء يا غنام رجعتني حتى لا نطعب للسؤال للساذ أحمد فيعجبني زائما أردد لالي لالي يا قمر لالي يا أبو الليالي مر بأهن وقلهم وطن ما بعد غالي فعلا هو الوطن ما بعد غالي يعني هذه الكلمة هي بسيطة جدا ولكن أنت لما تقول الوطن ما بعد غالي فعلا يعني أرواح راحات وشباب وكثير كثير يعني من أجل هذا طبعا إن شاء الله يبقى العراق شامخ أستاذ داود طبعا أستاذ عماد أنت وتتحدث رفقة الدموع رجعني لي وين رجعني لي وين أنا بس أقول لك تذكر هاي اللغنية شلون سجلت أنت يمكن أنت موجود لما اشتغل جعفر الخفاف وكان المخرج الإذاعي الله يرحمه جميل قشطة وسعدون وسيتا كانوا أنا بنفس الوقت عندي كان أكون مكان يلعبون بكرة الطائرة فالشلنا سويت مثل الستوديو وبالمناسبة أغنية استعجل أغنية مي وحيد ويا صباح ليش ليش يجارة ليش ليش يجارة كانت نفس الفترة طبعا لحنا الصوت واضح وأستاذ داود سماعت حديث أستاذ عماد عن ذكريات الأغنية طبعا أشكر حضرتك وسعيدين بسمع صوتك وأكيد أستاذ عماد بهجة تفرح بسمع صوتك ورجعت إلى ذكريات مهمة فرحت وأنا أشكرك جدا لأنه قدرت أسمع صوت أستاذ عماد حبيب قدرت أسمع صوت سيتة من خلال عماد الله يخليك من خلال عماد فألف شكر لك يا أستاذ أحمد الراقي الورد المبدأ دائما أنت فأذي شكرا 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 أستاذ داود شكرا 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 مفاجأة شكرا مفاجأة أنا قلت هي للاختبار شفت بأن الدموع ترافقك وتكون قريبة إلى لاحظت بأن دموعك أو موقف من المواقف في الحياة خلى دموعك تنزل أي موقف من المواقف أنا جدا صعب أن يبين علي ما موجود بالداخل لكن في بعض الأحيان شغلات صغيرة تأثر بي أو أسأل بطريقة ثانية أقول متى يبكي الرجال الرجل يبكي دائما 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 يبكي بس كيف يكون البكاء أهم شيء كيف يكون يبكي لمن يكون هو لا يحس برجولته آه يبكي لمن يحس أنه المقابل ما يعطي مثل ما هو يعطي طبعا أنا أقصد الرجل الرجل والانكسار الخذلان صعبة 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 جدا الشاعر طهر سلمان الشاعر الكبير أبوهاني تحياتنا يقول عندما يبكي الرجال يعني أن الحزن آت اللامحال يعتريني هاجس خطر خطير مثل حال القائد المهزوم قد غدرت به ظلم الرجال انكسار انكسار لأنه شوفوا أنا من أقصد من أقصد دائما يبكي لا أقصد أنه تنزل الدموع البكاء الداخلي قلبك بيشي طبعا طبعا بيشي ليش لأنه الغربة هي اللي تخليك أكبر واحد يبكي بيشتك الغربة طبعا الغربة قاتلة جدا والله اللي ما عايشها ما يحسها ما يحسها لا مهما كانت المنطقة أو المكان اللي انت به الغرب تبقى أنت غريب وقفت على نهر بغربتك يوم من الأيام وخليت قلبك يبتشمود مواكس دائما دائما ششششوف منششوف جدول بالمياه أو نهر معين شتقول لها من الكلمات وأنت بغربتك أقول لها أنت دي تمشي وده تستمر لكن حياتنا إلى وين تستمر هو يستمر ومن شوف من يا فترة هو هذا النار يمشي أو هذا خاصة البحر والمحيطات و كلها ذنين هو مستمر إحنا إلى متى إحنا عدنا يعني وقت معين و ننتهي لا نستمر لكن النهر يستمر هل النهر آمن للحفاظ على أسرارك؟ طبعا ولهذا تلاحظ أنه الناس البغادة القدماء وهذا كانوا يطلبون الأمنية و شمعة بنص نهر دجلة بالمناسبة هذه هم عندي بها أغنية مسويت بها من نفس الموضوع للأمنية شامعة نفس الأغنية اللي قلت عليها نذرم في المساء نذرم في المساء خليت يوم سر من الأسرار و رميتها البحر أو بنهار أنا شخصيا لا شخصيا ما سويت هذا الشي بس أنا دائما أقول أفكر هيتشي دائما حدث حدث لا يمكن أن نرجع عليه لكن حاول أن لاقع بي هذا هم شيء من تسمع يا فؤادي لا تسأل أين الهوى كان صرحا من خيال فهوى هذا الواحد أنا أقول لك واحد بائس ليش؟ لأنه أنا طول عمري أقول أنا لازلت أهوى و لازلت أحب يعني بطرق المعروفة عن الحب شنو مفهومك للحب؟ الحياة لو لا الحب ما فكو حياته أحنا يعني عموما بالبيت ما عندنا شيء اسمه كرة ما نكره قد نقول ما أحب يعني مو بكلمة مو أحب هذه نقول يعني مو قريبة علي لكن ما أحب هذا الشيء بس أكره لا حضرتك من كاركوك أكيد ما نغادر هذا الشيء لكل إنسان كل إنسان إلى أدواته من بيئته مسقط رأسه محافظته تولد عده أدوات ممكن الشاعر تولد عده مفردة حسجة لون لكنة شنو ولدت هذه البيئة لكاركوك في إماد بهجة المخرج؟ طبعا بالمناسبة أول ما أجيت رحت لكاركوك رحت أول ما جيت وأخويا هو من الناس رحت للقلعة رحت إذا أقول لك يا رحنا للقلعة وأخويا تاريخ القلعة كلها يما هم الوفود تجي هو ياخذهم لويس فأول ما قلت أمشي وديني أزور قدر أبويا وجدي الله يرحمهم الرحمة وله وأختي وأخويا والمهم لكلهم بعدين توجهت إلى القلعة قبل القلعة وقفت على شاهد القبر للوالد رحمة الله عليه ماذا قلت من الكلمات؟ ما قدرت ما قدرت والله العظيم مخيوطف صمت صمت ما قدرت بس هي شيء أتذكر الملامح أتذكر طبعا دائما أتذكر شيء جيد وليس السيء أنا هذي دائما قاعدتي بالحياتي لأنه سيء يجيب لك باد أنورجي دائما فكر بما هو أحسن حتى تكون دائما أنت في حال عالم السلام ما فكرت وهي شيء صمت صار عندي مو بس هاي يعني أنا حتى مع الأسف يعني حتى من شفت القبور هذه يعني دولة كانوا بيناتنا أحياء وإحنا رح نروح به ما يخالف لكن هل الناس اللي ورانا رح يتذكرونه يحجون يقولون طبعا هذا يعني حوار يكون ذو الشجون بأن بعض الأحيانة يعني كلمات الموت ما نتحملها بصراحة أو مغادرة الحياة رغم بأن الموت حق على الإنسان طبعا وهذه هي مسيرة الحياة للديمومة لكن حضرتك وجهت سؤال وطرحت الأسئلة قلت هل سيذكر من بعدنا بعد وفاتنا حياتنا ما قدمنا لهذا من قلت إحنا نادم موت الموت الفيزيكال يعني طبيعي أمر الله كليتنا لكن الأثر أو الذكرى ما تموت ودائما حضرت التأكيد على كلامك بأن هذا الوجع اللي بداخلك وقفت أمام شاهد قبر الوالد رحمة الله عليه قلت صمتت يعني الصمت التزمت الصمت في هذه اللحظة دائما نقول الموت لا يوجع الموتة يوجع الأحياة صحيح 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 مية بالمية لأنه أنت في حالة شعور حالة وعي أنت تصير عندك العقل الباطني كله رح يرجع لك أي شريط من شرطة التلفزيون أو شرطة اللي نسجل عليه الفتى على سر أبيه وين تأخذك لا يعني أنا هذا مو يك أنا تعثرت بأخوي أكثر أخوي كبير كان تمثيل بالبداية هو كممثل هذا أقول لك يا هو سبب أنه أنا دخلت بهذا المجال لأنه كانوا هما مجموعة إحنا أدنى عادة ليلة رأس السنة العوائل تسهر تدري إلى ساعة 12 بعد 12 يكون أدنى اليوم جديد سنة جديدة فكانوا يسوون فرقة تمثيلية يغيرون من أشكالهم بشكل بسيط طبعا فكانوا يطلعون بالبيوت ويزوروهم أنا أخذتها منه بعدين هو اشتغل بالمسرح كنت أنا روح وياهم واتفرج واشتغل كومبارس بحيث أنا من تخرجت من الثانوية كان معدلي حوالي 82 بالمهجشي فقبلت في جامعة سليمانية فرع الهندسة قلت له ما أروح أروح لأكاديمية قال لي أنا أخذك ويايا البغداتو رحت لو حضرتك أخذ لك بعد ما قلت حضرتك تأثرت بالأخوي بعيدا عن الوالد ممكن الشبه يكون بالشكل ممكن بالصوت ممكن بالعادات بعيدا عن الجانب الفني كثير من المفردات تراودنا في بعض الأحيان في الرؤية الإخراجية أو في مجال الفن التمرد أو الجنون هل إيماد بهجة يمتلك من التمرد في بعض الأحيان والجنون نيناتهم نيناتهم والله العظيم مرات أكون مخبل درجة أولى خاصة لما أشوف شيء مطبيعي بس أنا يعرفوني اللي يعرفوني هذا كله ما يبين داخلي بس مستحيل أخلي المقابل يحس بهذا شيء لك أنا من الداخل مجنون بس ما شوفه متمرد طبعا متمرد يعني مع أساتذة اللي كانوا قبلنا كان ستايل الأغنية شكل بس إحنا من يجينا جيلنا اللي أنا خارجية أكاديمية تلاحظون إذا أكو مواد أو باقية لحد الآن تلاحظون الفرق التمرد اللي حصل بالتلفزيون بالأغنية مثلا جدتها غيرت هذا تمرد موجود وحتى تمرد في طريقة في اسلوب الإخراج هاي جماليات حداثة وقت السرعة وتغيرات وحدة وحدة خلينا أخذها كجماليات الأغنية أو النوعات عموما تحتاج الجماليات تحتاج بالنسبة للفكر أنت لما أقول لك خالف تعرف لكن أنت لما تخالف هذا القالب تسوي قالب جديد أنت تخليه بشكل غير مباشر المتلقي ينتبه لك يعني أنا من أدرس أقول لك أنه أنت في بعض الأحيان تشوف ممثل كلش كبير جدا قام دا ينطي محوار معين لكن بصفة واحد سوى حركة معينة رأسا انتباهك راح يروح وين سرق منه سرق الكاميرا باقي الكاميرا منه فهذه هي هذا النوع يعني عموما ككلها أؤمن بيها أريد أأكد عليها لكن أسرق الكاميرا من حضرتك بفاصل قصير أستسمحك لدقاء قصيرة وبعدها نكون متواصل زين أنا أقول عزالي المشاهدين اقووا انتظرونا راح نرجع مرة ثانية رجعنا مشاهدينا بعد الفاصل إكمال هذا الحوار الممتع مع المخرج الكبير الأستاذ عماد بهجة منورنا بعد الفاصل الثاني اللي حضرتك أيضا طلعت به أنتو المنورين والله أنتو المنورين وخاصة أنتو شباب مستمتعين والله طبعا أنا مو شايد طرح بالمناسبة أنا أؤمن أنا بعدني بعدني بنفس العمر لكن تدري الديكور خلينا نقول لا الشيب وقار تخاف من الشيب أنا لا نهائيا أبدا أبدا يعني بارحة ش أنت في مكان أصدقائه وهاي قال له شنه هل حيال شعر باطئ قلت باطئ هذي هذي شنو هذي شكل انت همشي الروح أكو شاعر قول كبرنا وقامت اضغفنا المواليد ورجعنا صغار من غصب عليه صح وانت تؤمن بأن قضية العمر رقم رقم أبدا شتؤمن بمقولة من مقولات الحياة خليها دستور أو قانون عيش عيش على طبيعتك ولا تنظر يمين يسار خليك مثل ما أنت بس بشرط لا تكون مؤذي للآخر تحس نفسك بأن عماد بهجة المخرج نفسه عماد بهجة الإنسان بعيدة عن الإخراج لو ناس شخصية وشخصية الإخراج بالنسبة إلي شيء مهم جدا مهم وأحب الإخراج وأعتبر نفسي أنا لازلت أتعلم الإخراج إلى اليوم والله هذا دعس كبير حتى يكون مستمر مستمر حتى تعتبر رؤية المخرج تستخدمها بالبيت أيضا في بعض الأحيان وفي بعض أو بس أنا عندي مشكلة شغلة شيء اللي متعود عليه دائما أكرر يعني سوي ولهذا ولهذا مرات أحس بنفسي أنت مقائد العمل هنا هسا هسا خليك يخالفوك نوبة و نايرا بالبيت بالألوان طبعا وبالمناسبة هم اللي يلبسوني هم اللي يقررون أنه يلبس هذا لا بابا ما يمشي هذا يمشي الألوان خاصة نايري لأنه نايري مخرجة طبعا نايري خريجت سينما وحاليا هي تشتغل في تلفزيون كبير جدا سي بي سي كمذا ماشاء الله و نشطة جدا و عدها أفكار جميلة لكن مع الأسف أفكارها طابق الواقع طبعا لا 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 طابق الواقع وتنطيك كأنه هواية شغلات نحن نعيشها لكن المتلقي ماذا يشوفها هي تحاول يعني عدها أفكار جميلة جدا تحكي لي إياها أقول لبابا بس وين نقدر هنا ننفذها وين هاي هي تتألم نقول لي بابا أريد أطلع هذا الشي حتى الأغاني لما تخرجها لأختها كلها لها معنى أحلى شي هم ثنائي يشتغلون سوى هم بالمناسبة يعني خلينا نقولها للمشاهد هم كل اللي ينتجوا بمجهودهم الخاص ماشاء الله قاديا يعني هم اللي يصرفون هم اللي يجيبون المصورين هم اللي نايرة طبعا هي مخرجة ومنتجة حتى لا تكون شركة لهم يحتكروهم أو أعمالهم أو كذا النتاج خاص بهم ما حصل كل أهمهم هم اللي يوفروا بالشسمة من رواتبهم هم اللي يصرفون على أعمالهم أها وفرحانين بي يعني ما ما قايلين والله خسارة خلاص صموا مستمتعين بأجواء العمل ما معتبري بي أنه وحتى مردودات مادية لكن هم مدعتهم بهذا العمل لا أبدا من خلال الإخراج يا رب يوفقهم طبعا تحياتنا لهم إن شاء الله أسأل على بعض الأسماء اللي حضرتك تعاملت وياها بالكليبات الغنائية أو بالأغاني الراحل الكبير رياض أحمد رياض أحمد اشتغلت ويا كثير يعني أكثر شغلات الحفلات يعني أنا ناقل المهرجان ما البابل بالمناسبة المهرجان بابل من ما بدأ إلى أن تركت آخر عام آخر مرة هي كانت سنة 1996 وإنها 1997 طلعت بداية كلها أنا كنت مخرج للأعمال ككل كان عدة مكانات كان عندنا نصور فيه ثلاث مواقع المسرح البابلي ومسرح عشتال ومسرح يعني ثلاثة صغير للندوات فأنا كنت يشتغل وأكثرية الأغاني هسا التي تطلع على التلفزيون معادة هي أنا مشتغل من أخرادة نقول نوصف كلمات يعني توصف هذه الشخصيات من رحل عن الحياة من رحل رحمة الله علي من فنان الكبير رياض أحمد اشتوصفها بالكلمات شو تقول إنسان بصراوي طيب الله أنت دائما أيضا تلحاز من حاز طبعا من وزارة الداخلية من وزارة الداخلية من بصرة طبعا فنانة لا بس أنا جد 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 تحب البصرة طيبتها ناس طيبين راعين أنوار عبدالوهاب أنوار عبدالوهاب مشتغل لها أعتقد أغنيتين أعتقد أن أنا ما أذكر مني مني حائرة هي تشيل والله ما لا تقول لي ما أعرف بالأسماء أنا أسام زين عندي أصدقاء قسم منهم خاصة إسلام خزعل يعني كل ما يلقي لي أغني شي جديد يرسل لي وأقول فالله عليك أنه ما عندي زين أوصف أنوار عبدالوهاب بكلمة تعاملتوا ياها فنانة فنانة وأدها صوت جميل لكن ما استمرت ما استمرت الفنانة الكبيرة أمل غضير أمل غضير أيضا أيضا كل واحد من أدنى عنده في ذاكرة لهذا الشيء أغانيها جميلة جدا وخاصة أغاني للي كان للمرحم عباس جميل نعم نعم تخاف أدخونك الذاكرة والله أحاول ما أدخوني ولهذا رح أقول لك شغلة وحدة قد يكون هسا الشركات الأدوية رح يصيرون ضدي أنا عندي كوليسترول وقفت الكوليسترول بعد ما عرفت أنه الكوليسترول يأثر على الذاكرة على الذاكرة وقفته طوز طوز أنه بس ذاكرتي خلي تبقى ماهو خلا ما أنتي دائما المقول التي تقول بأن إذا وصل الرجل الأربعين بعد الأربعين يحتاج ذاكرة من ورق دون الأشياء على الورق لا حبيبي من قال هذا هذا غلاط خطأ الشاب يبدأ بالخمسة وخمسين فما فوق ما شاء الله كوالله جاي تطينا دفعا كل شيء ما شاء الله للحياة وهذه حقيقة طبعا طبعا يقول لك الإنسان الناضج الصحيح خمسين فما فوق يعني هاي القبل شيء وهسى الشكل هسى بدأ الشباب يا رب دوام هذا الشباب أسأل بأن المخرج في مناطق الشرق الأوسط يختلف عن المخرج في الغرب إيقاعكم يختلف المخرج ومخرج مخرج إن كان في أوروبا أو في أمريكا الشمالية أو كان في الشرق لكن الطروحات هي اللي تختلف الأدوات هي اللي تختلف الأفكار هي اللي تختلف ومساحة الحرية أوراكي أعتقد وصلت طبعا وصلت أهى هناك نص غناء يقول ردية وجدام يتخط حيرة وندم شو كتشعرت بهذه المفردة أو وين وقفت وتمنيت ترجع أصلا خالة فتحة أنا أتمنى دائما أقول أرد 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 لكن بعض الأحيان الظروف تخليك توقف في مكانك قد يكون سببا أنه أكو شغلات مهمة ما تريد تشوفها بعد أكو في بعض الأحيان أقول أكو مآسي معينة صارت ما ريد نشوفها وفي بعض الأحيان الظروف الحياتية هي تلعب دور أيضا هي تلعب دور يعني أنا هاي السفرة الأخيرة هاي للمرة الرابعة كل سنة أقول هاي السنة أروح هاي المرة الأخيرة هاي قبل ما أجي قبل ما أركب الطيارة بخمس ساعات ردت ألغيها تلغي ايه والله لأنه كان عند كانت بنتي بالمستشفى قبلها بثلاثة ايام أربعة ايام قلت لهم خلاص ما أطلع الحمد لله خابروني من المخرج المبتكر ممكن نطلق عليه لقب المخرج المبدع اللي يمطي حق الكلام حق الكلام طبعا اللي ترجم هو شنو المخرج ترجمه هو أنه هو أفكار أو كلمات يخلقها ويمطيها للمتلقي بشكل سهل ويوصل فكرته أها المخرج يقرأ بين النصوص طبعا لازم 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 اللغة حمالة أوجه تخدع المخرج في بعض الأحيان ما أعرف ما خدعتك اللغة يوم للأيام ما أعرف ما أعرف أنا ما أؤمن بالدورانات فهم النص مثل ما هو مثل ما هو وما خلفه يعني النص أنت لما تقول شعر اللي قلته أكون سبب له طبعا أحاول أطلع هذا السبب أنا لما أجي أشتغل بي الممثل أو مع أي شخصية من شخصيات التمثيلية أجي أفكر بيها من كل الجوانب وخاصة من جانب الطبيعي و من جانب الاجتماعي و جانب النفسي هذاني ثلاثتهم أجمعهم يلا أكون لي الشخصية أو أقول للممثل أنت هاي شخصيتك لازم تأديلي بهالشكل يعني هذي الشخصية اللي كتبها المؤلف تحب تكون دائما بوقعة الضوء تكون مصلت عليك الأضواء لا أبدا أبدا ما يهمني نهائيا أبدا ولا الشهرة لا المخرج مظهوم والدليل أنه كثير من الناس أمشي بالشارع ما يشوفوني أفرح تفرح طبعا أخذ حريتي شوكت تضايق ما تفرح بصراحة لما أن أشوف ناس أنت عملت معاهم وضيت خلاصة أفكارك وتجاربك إليهم بكل هيتي لحظات ينهي ما يقول ولا يفكر ولا يعني ما في يوم الأيام ذكر من علم أو تلمذ عميل هذا يضايق أنت علاقتك طيبة بالجميع وأي واحد أتصل أقول للأستاذ عماد بهجت يعني ذكريات جميلة وكلمات إشادة الحمد لله يعني البارحة الأستاذ زهير محمد رشيد الجميل بكل شيء حقيقي فرحان هو أتمنى قال لو ما عندي التزاني كان حضارت وما عافني من يوم اللي جيت ما عافني يعني كان حضارت التصوير ما عايثني أبدا هو وياي وياي الرجال شو توجه لك كلمة بس أقول له يا زهير الله ينطيك بقدر ما أنت تنطي طيبته كل شيء جمال روحة كل شيء والله شافت منه طبعا أنا زهير أهو يمكن أقول لكم عنه يعريت أنه إن شاء الله أكون إلى حوار زهير طاقة جيدة مبدأ وأحلم به طبيعي طبيعي ما تحس أنه دا يمثل هذا الأهم شيء شنالي خوفك بالحياة إنسان المتقلب الإنسان المتقلب تخاف من عنده أي والله كون متقلب يعني هسا قدامك شيء وبعدين تقلب عليك لأسباب خب أنت قدامك واحد شويا وقل له نبه إذا أنت تحبه نبه وقل له شيء خسره تشعر بتأنيب الضمير في بعض الأحيان أي طبعا لو دائما 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 أكو أغلاطة أنا عاملها لازم هذه الأغلاط كانت كان المفروض ما تصير شوكت ترتاح أولي أرتاح لمن أنسى ولمن أكون عندي شو يقولون لمن تأخذ لمن واحد قبل ما يسويه العملية ينطوه بنج فلمن تكون أنت مبنج ترتاح تحتاج تفقد الوعي لا 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 مو يجي تكون مبنج أي يعني يعني أنت تكون أنتو في حال تغيب عنه ما كو شي يستغل في ذهنك هواية أفكار تعصفه بذهنك هواية أعمال أحب أعملها هواية شغلات أفكر أنه كان المفروض أعملها قبل هواية أعمال كان أنا عملتها كان المفروض ما أعملها هذي تلعب دور بي بس أنا عموما أفكر بشيء واحد اللي مضى مضى ما أقدر أرجعه لكن أحاول أن اللي جاي ما أقع به مثل ما وقعت فيه تحب تحذف شيء من الحياة؟ كل شيء من الحياة حلو ما تحذفه؟ السيء والإيجابي؟ لا طبعا السيء ما نحاول نذكره نتذكره دائما أحاول أنا قلت لك من نوع دائما أحاول شيء جيد شيء سيء ما أريده لأنه أنا ما أريد أجيب طاقة سلبية لي وللناس اللي يتعامل معا تحب البدايات والنهايات؟ البداية إلى النهاية البداية والنهاية البداية إلى النهاية البداية إلى النهاية تحب وإحنا طبعا حضرتك تحب من البداية إلى النهاية نعم وصلنا إلى النهاية شو تحب تقول؟ أقول أتمنى أتمنى الشباب دائماً يكون منتج وما يكون يفكر إلا بشيء الجيد ورح يستمر وينتج هذا اليوم أتمنى وأتمنى من الكل المحبة تكون في داخله يا رب دون المحبة إذن طبعاً مخرجنا الكبير أستاذ عماد بهجل الحمد لله على السلام بتك مرة ثانية رغم بأن أنت رح ترجع إلى الغربة لكن أكيد رح يكون هناك تواصل وترجع إلى العراق يكون أعمال هنا يا رب مثل في السابق وإيضاً نستفيد من هذه الخبرة الكبيرة نورتني في هذا الحوار أتمنى لك التوفيق يا رب وتحياتنا للعائلة للسيدة سيتة هوقبيان وللبنات يا رب دوام التوفيق ونورتني وشكراً لتواجدك شكراً لك إذن مشاهدين وصلنا إلى مسك ختام هذا الحوار نلتقيكم دائماً على حب الوطن يوم الله اشتركوا في القناة